الحقيقة احنا عايزين نبدأ بداية كده تعريفية يعني ايه ضغط دم وفيسيولوجيا يعني ايه والارقام اللي بنسمحها دي مية وكذا على كذا فضل هو احنا كلنا عندنا ضغط بس ضغط طبيعي اللي هو الضغط هو اللي بيوصل الدم لجميع اجزاء الجسم ويغزي جميع الاعضاء الحيوية والغير حيوية وبيودي لها الغزة والاكسجين وكده الضغط ده نتيجة قوة عضلة القلب بتدفعه بمعدل سابت المعدل ده مفروض لا يتعدى في الانسان الطبيعي البالغ المية وثلاثين ده الانقباضي والانبساطي ما يتعداش الثمانين ودي الحقيقة التعريفات الحديثة جدا اللي تلتة الفين وسبعة عشر وقالت بعد دراسات كبرى ابتوميولوجية ان اللي يتعدى المية وثلاثين ممكن يتعرض لمشاكل الضغط ولا يتعدى الثمانين ولكن عشان برضو نطمع الناس العلاج بيبقى غير دوائي لحد المية واربعين الا اذا كان عندك امراض اخرى جنب الضغط زي السكر والتاجي والكلة دول لازم نخلي الانقباضي اقل من مية وثلاثين والانبساطي اقل من ثمانين الانسان اللي عنده ضغطه بس ممكن لحد مية واربعين ما ياخدش ادوية والانبساطي الحد اذا انظام الحياة الانبساطي حد سين اه اللي هي بقى اللي هنقولها بعد كده اللي هو نمط الحياة طيب يعني انا افهم كنا حضرتك ان الرقم الفؤاني اللي هو مية وعشرين او مية وثلاثين ده بيمثل قوة القلب في ضخ الدم التحتاني اللي هو الانبساطي ده بايه بيمثل مقاومة الاوعية والشرايين اللي هيخش فيها الدم ودايما الشرايين جواها ضغط في الارتريور اللي هي فروع الشرايين الشرايين الصغيرة لازم يفضل الضغط فيها ما يقلش الانبساطي بعد ما القلب يقفل الصمامات ودفع الدم بيفضل فيه ضغط ما بيقلش عن ستين ستين عشان تفضل مفتوحة وتغذي بالزبط طيب ايه العوامل اللي بتأثر على ضغط الدم يعني انت بتقول لي انت ضغطك ارتفع طيب لاني جالي مرض رفع الضغط او اننا عندي قابلية لان الضغط اللي هو النوع الاولي انما ايه هي العوامل عموما اللي بتؤثر على الرقمين دول هو طبعا كلنا لازم نعرف ان 95% من مرضى ارتفاع الضغط لا يوجد له سبب محدد كلها يعني افتراضات لكن لم تتحدد نظرية 5% بالضغط السنوي دول لهم سبب نقدر نوعرفنا نعالجه ودول بنبحث دايما في الهم عند 40 سنة وجالهم ضغط مرتفع بيبقى حاجات مشهورة زي دي اشارين الكيلة امراض الكيلة الغد الفوق كلوية بتفرز ادرينالين والاسف الحاجات دي نادرة بس لازم نبحث عنها يمكن نلاقيها يبقى نعالجها يبقى لعين يشفي اه في عوامل بقى تخلي اي واحد حتى لو عندوش ضغط يرتفع عامل الفيسيولوجية اهمها طبعا الاجهاد والانفعال والحرارة والرياضة كل دي بس بترتفع وبترجع تاني عشان كده مهمة اوي ان في حاجات قياسية وقت ما نقيس الضغط عشان نقول المريض ده عنده وضغطه لا اما ما نجيش إليس الضغط وطلع من السلم طب ما هيطلع عالي في السيولوج او هو خايف او هو الزعلان او هو لسه مدخن سجارة بتعلي الضغط او لسه عنده امساك وحزق وكده كل دي هترفع الضغط في السيولوجيا المعقد ويرجع طبيعي لازم يعني يكون يريلاكسد ونسيبه على سرير الكشف او الكرسي لمدخم الزهي واهم حاجة ان الكف بتاعة الجهاز تكون مناسبة للدراع لو دراع ودخين لازم تكون فوق 33 سنتي دراع وفيع لازم تكون اقل من 25 سنتي حتى طريقة القياس بتدخل كرحس والايد ما تبقاش معلقة في الهواء لازم تكون سابورتت على اقترابيز مسنودة ولازم جهاز الضغط بقى اهم حاجة يكون في مستوى القلب اللي هو دقريبا ارصاد السادي لو جهاز تحت كده المسافة دي كلها حتى اعتبر ضغط وتضيف للعيان وقول ده عنده ضغط تعمل فرق والاهم من كده ان الضغط يتقاس على الاقل لثلاث مرات في ثلاث اوقات مختلفة ويطلع اكتر من المعدل اللي قلنا عليه عشان اقول ان هو عن ضغط لكن واحد جاي مرة انت عندها ضغط ادي ده خطأ شائع لا لازم على تلاث اربع مرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر